وجبنا سيروت المنافذ يبقى نروح على طول المباراة الأهم أعتقد يعني مباراة طلاع الجيش ومباراة نهائية دايما المباراة النهائية بنقول إنها لها متغيرات كتيرة جدا وليها حسابات مختلفة بشكل كبير جدا عايزين ناخد برضو موضوع طلاع الجيش شفتوا إزاي من خلال مباراة نادي الزمالك وتوقعاتك حيلعب إزاي قدام النادي الأهلي جوا بالنسبة لمباراة نهائية كاس مصر صحيح فرق الخبرات كبير جدا ما بين النادي الأهلي ما بين نادي طلاع الجيش ممكن النادي الأهلي دي المرة رقم 52 اللي بيتآهل فيها لنهائية كاس مصر النادي الأهلي حاملوا اللقب في 36 مرة في بطولة كاس مصر أما طلاع الجيش دي المرة الأولى اللي بيتآهل فيها للنهائية النادي اللي اهلي اول مرة كانت اهل للنهاية كاس مصر كانت سنة 1923 موسم 1923-1924 فبالتأكيد فرق التاريخ كبير ولكن مش معنى كده ان المباراة سهلة على الاطلاق لكذا سبب من وجهة نظري يمكن اول سبب انا بشوف ان طلاع الجيش عندها مدرب متمرس في النهايات ممكن كابتن طريل عشري بصمته دفاعية او اسلوبه دفاعي الاسلوب ده ينجح في المباراة اللي هي النوك اوت اللي هي المباراة مثلا من مباراة واحدة فتقدر ان انت تدفع وتقفل وتنجح كابتن طريل عشري عنده تاريخ في النهايات كويس في كاس مصر تحديدا صحيح مع حرس الحدود لعب نهائيين مع حرس الحدود سنة 2008-2009 قدام امي الماتش خلص بالتعادل واحد واحد وانتهت برقلات الترجيح ده يمكن مسم 2008-2009 والمسم الثاني 2009-2010 قدام النادي الاهلي برضو تعادل واحد واحد وكسب برقلات الترجيح اذا كابتن طريل عشري اتأهل مرتين اخد البطولة طب اخد اقاف عند ديات وانت بتتكلم على نتائج حاسس ان ممكن جدا في شغل كابتن طريل عشري انه ممكن يجر النادي الاهلي لوقت اضافي وضربات جزاء هل ده سيناريو بيشتغل عالي كابتن طريل عشري هو طبعا عارف صعوبة المباراة لكن مش طموحاته انه هو يدفع بكل قوته في الاول او يلعب بطريقة ان انا اكسب المباراة وعايز يحافظ على النتيجة لابعد وقت ممكن لغاية ما يوصل لضربات الترجيح هو هيقسم المباراة بالتأكيد زي ما عمل قدام مباراة الزمالك يمكن دي ارقام هو في النهائيات على الشاشة قدامنا ان هو دي للمرة التالتة بيتاهل فيها لنهاية الكاس والمرتين اللي قبل كده كسبهم برقلات الترجيح يعني هو دليل برضو ان هو اسلوب ادفاع وبيحاول ان هو يتعادل ويلعب على رقلات الترجيح برضو فارق الامكانيات ما بين قدرات اللاعبين هنا وهنا الحاجة التانية برضو اللي بشوفها ان المباراة مش هتكون سهلة ان طريق طلع الجيش للنهائي كان اصعب من طريق النادي الاهلي يعني طريق طلع الجيش طلع مصر المقصة طلع وصيف المطولة برقلات الترجيح وبعد كده طلع حامل الله قبل هو نادي الزمالك بسلاسية فطريقه كان صعب فدي حاجة برضو بتأكد لك ان احنا لازم نحترم الخصف واسه اعتقد المشوار اللي كان مع عبد الحميد باسيوني اه وابعدين كابتن طريق العاشر هو لمسك مباراة الزمالك بعدين برضو المباراة النهائية اللي بتتلعب من مباراة واحدة بتبقى النسبة فيها خمسين خمسين حتى لو انت اعلى فنية من الفرقة التانية لان انت ممكن دي تفصيلة صغيرة تفرق دربة ركنية يرجعوا يدفعوا كده فلازم تحترم الخصف دي حاجة مهمة جدا اكيد امكان هنستعرض بقى دلوقتي التشكيل بتاعهم وازاي هم بيلعبوا هو كابتن طارق برضو كنت هسألك هو بدأ بدأ في ماتش الزمالك كنا عارفين بص اسلوب كابتن طارق يعني كان معروف للناس كلها انه ما بيعتمدش على بناء الهجمة من تحت وبيعتمد على نقل الكرة سريعا جدا من الخط الخلفي للتلت القدماني بيعتمد على الكرة التانية المرتدة وعلى سرعات بعض المهاجمين طريقة لعب يعني لعب يعني مشوار الاهلي معنا على ده مشوار النادي الاهلي زي ما كان قلت بني سويف بني سويف في الدور 32 الترسانة في دور الستاشر ابو ايد الاسمدة دور التمانية والاتحاد السكنداري طبعا في الدور قبل النهائي يعني على مستوى الاندية والمباريات اكيد طلاع الجيش كان عنده تحديات اكبر لكن النادي الاهلي زي ما بقول وصل للمباراة النهائية وارجع تاني لطلاع الجيش والكابتن طارق العاشر انه هو بيعتمد بشكله وباخر على كسافة عددية بيعتمد على كور طويلة بيعتمد على هجمة مرتدة وممكن يعتمد على كورة سبت